يا يا ماما عارفة أنا مرتاحة في الفيلا هنا جدا أحسن من الفيلا القديمة دي أحسن حاجة عملناها يا ماما أنا كنت خلاص ذهقت منها عندك حق يا ملك مع أنها كانت فيلا نظيفة برضو وفي مكان نظيف جدا وكويس قوي بس ما كنتش بارتاح فيها أبدا إحنا نقلنا هنا بقالنا أسبوع وحاسة أن مرتاحة ومبسوطة بس المشكلة هنا بقى يا ماما أننا ما عنديش أصحاب عايزة أطحاب اللي كنت عرفهم هناك يكونوا معايا هنا طيب وهنعمل إيه يعني يا ملك لو ينفع كنت خليتهم يجوا يعودوا هنا ممكن بقى تبقوا تزوروا بعض بعد كده قلاص يا ماما أنا أكون أصحاب تنين هتعرف على حد لا لا أنت بتقولي إيه أنت مش هينفع تساح بحد غير أصحابك اللي تعرفيهم في النادي وبس عشان يبقى أصحاب زينا وفي نفس المستوينا وكون عارفهم كويس هم اتطمنة وانت قادة بتتكلمي معاهم أنت ما تعرفيش الأصدقاء دلوقتي بيعملوا إيه في بعض ممكن يعلموا بعض حاجات كتير غلط ممكن يحصل انتقام مصايب كمان إحنا مش عايزين إيه كل الكلام الكبير اللي بتقولي ده يا ماما مصايب وانتقام لا طبعا أنا هعرف أتعرف على أصدقاء يا ماما يا سلام يعني أنت عايزة تتعرفي على أي حد ما نعرفش عنه حاجة مستوهم إيه عليتهم مين باباهم إيه هو أنا أي حد هتعرف عليه فأعمل عنه تحقيق وكمان المفروض أعمل له انتحان لازم أكون متطمنة عليك يا حبيبتي على فترة بقى يا ماما أنا ممكن أتعرف صاحب أي حد سواء بقى كانوا أغنية أو فقر مش بيفرق معايا اسمعيني بقى يا حبيبتي أنا بخاف عليك واعتبريني بقى بفرق بين الناس غني وفقير المستوى الاجتماعي برضو بيفرق في التربية وبيفرق في الأخلاق وبعدين لازم يكون مستوى اجتماعي زي أنا عشان نبقى فاهمين بعض كويس سمعتيني؟ خلاص يا ماما هنقفل بقى الكلام في الموضوع ده مش هنخلص عارفة يا ماما أصحاب اللي كانوا معايا في المكان اللي قديم كنت أه بحبهم وكنا أصحاب بس أنت أكبرتيني عليهم من الأول أنا أصلا ما كنتش أعرفهم أنت اللي قلتلي لازم أصاحب البنات دول أنا اللي عايز أختار أصدقاء يا ماما مالك بقولك إيه أنت لازم تسمعي الكلام اللي أنا بقوله أنا اخترتلك أصدقاء وطلعوا كويسين ولو هتتعرفي على حد جديد أنا اللي هختارهم برضو يلا الكلام خلص اتفضلت لاي قط أوضر يا ماما أصحاب الحلوين عاملين إيه يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات يلا نزلوا حالا تحت الفيديو أعملوا لايك واللي مش مشترك يشترك في القناة واكتبولي كومنت حلو قلولي رأيكم في الفيديو يلا حالا أعملوا لايك بحبوكم يا أحلى خوات في الدنيا ماريام أنا جعانة قوي أحنا عايزين فلوس من الصبحة بنلسهم ما فيش حد بيديني حاج طيب هنأعمل إيه ما احنا بنلف في الشوارع هنأعمل إيه تاني ما تم ما تلاقيش أكيد ربنا هيرزقنا طب إيه رأيك يا بنتي نشتغل أحسن ما نكون شحتين على الأقل هنعرف نلاقي مكان ننام فيه بدل ما احنا نومنا كله في الشارع طيب ما احنا جربنا نروح نشتغل قالولنا أنتوا في الشوارع وما تعلمتوش أي حاجة عايزين تشتغلوا إيه وكمان قالولنا أننا صغيرين أنا مش عارفة بيقولوا علينا صغيرين لي ما احنا كباره فيه راجل جاي أهو استني عمه عمه عايزة إيه يا بنتي انتوا هيا ممكن تدينا حاجة لله يوه يوه يلا يا بنتي انتوا هيا روحوا شوفوا درق ايتام عوضوا فيها ولا بنلغوا عن أبوك و أموك اللي رمينكم في الشارع كده يلا ياريت والله يا عمه بس هي أهلها ما تعرفش عنهم حاجة وأنا بابا وماما موتوا من زمان أنا أنا آسف يا بنات إن أنا كلمتوكم بالطريقة دي معلش ما تزعلوش مني خدوا الفلوس دي اشترو بها أي حاجة شكرا يا عمه ربنا يكتر من أمثالك إن شاء الله ربنا يرزقكم بس بقولكم برضو دوروا على ملجأ ممكن يكون فيه مكان يقبل ياخدكم خدوا بالكم من نفسكم إدكي فلوس قد إيه 30 جنيه هو بخيل كده ليه ده أنا قلت بعد اللعتزار ده هيدنا مبلغ كبير قولي الحمد لله وخلاص بقى يا ندا 30 جنيه أحسن من مفيش ما إحنا مش لقيين خالص من الصبح بقولك إيه يا ماريا إيه رأيك نروح منطقة من المناطق الغالية اللي بيبقى فيها فيلل وبيوت نظيفة أكيد الناس الأغنية اللي هناك هيدونا بذل 30 جنيه 3000 جنيه يا بنتي الناس الأغنية دول مش بيدوا حاجة خالص ده ممكن يطردونا من المكان ويقولوا علينا شكلنا مؤرف ووحش إنتي فاكرة يعني إن همما بيتعاملوا معنا كده عادي هيقولوا علينا شكلنا وحش ليه هو إحنا يا ناش اللابسين مقطع وما عندناش لبس نظيف زيهم تعالي تعالي أهو نجرب أكيد هنسعب عليهم استني يا ندا رايحة فين بس أما روح معاها وخلاص شايف بقى المنطقة النظيفة لمنطقة نظيفة قوي والبيوت فيها فخمة إيه ده فيه كورة هناك هي تعالي نلعب بيها شوي يا بنتي سيبيها بدل ما تكون بتاعت حد وينزل يضربنا ما تخفيش ما هي مرمية في الجنينة أها تعالي تعالي نلعب مين البلد اللي بيلعبوا كورة دول أنا هنزل لعب معاهم يا رب بقى ماما ما تاخدش بلها وتعمل استجواب كويس قوي ماما مش هتبقى فاضية ماما لو سمحتي هنزل اشتري حاجة من السوبر ماركت واتمشى في الكمباوند شوية خلاص روحي يا ملك بس ما تتأخريش حاضر يا ماما شوفت يا ندا البنتي دي شكلها صاحبة الكورة واتيجا تتخانق معانا يلا نجري من هن لا تجروا ايه استنوا أنا جاي ألعب معاكم يعني انت مش هتتخانق معانا عشان الكورة لا خالص يلا نلعب ايه دا يا بنات انتو ما تربطوش يعني انا ناخد الكورة من ولد ابني الزفت دا اللي بيلعب كورة وعمل دوشة تاخدوها انتو وتلعبوا بيها وتعملوا دوشة برضو وبعدين ياللبس المقرف اللي انتو لابسينه دا يلا يا بنت انتو هي من هنا بدل ما جبلكم الشرطة انتو ازاي دخلتوا الكمباوند هنا على فكرة يا عم الفيلا اللي هناك دي بتاعتي انا اصلا من الكمباوند هنا يا خبر هو في حد بيزعق ولا ايه اما اخرج برا اشوف في ايه اكيد في مصيبة يا خبر ملك بنتي والراجل جارنا دا بيزعق معها هو في ايه ومين اللي وقفين معاها دول لازم اروح اشوف في ايه ماما في ايه حضرتك بتزعق ليه كده البنات دول شكلهم من الشارع جايين يعملوا دوشة بالقورة هنا جنب الفيلا بتاعتي اولا دي بنتي ملك مش من الشارع ولا حاجة انا اللي ساكنة في الفيلا الجديدة دي هو ما ينفعش اتزعق للبنت كده انا ما كنتش عارف ان هي بنتك انا اسف جدا لحضرتك بس انا مش عارف هي ازاي جايبها البنتين اللي معها دول بيلعبوا هنا دي شكلها مختلف عنهم انا بصراحة معرفش مين دول ملك مين دول يا ملك دول يا ماما البنات لقيتهم بيلعبوا بالكورة هنا في الجنينة ونزل تلعب معاهم عادي يعني انا مش قلتلك ما تلعبش وما تتكلميش مع حد ما تعرفيهوش عادي يا ماما وإيه المشكلة الملعب معاهم هاتفضلي دخولي في الفيلا حاضر وانتو الاتنين انتو دخلتوا هنا ازاي ينلمشوا من هنا ما شوفش وشكم هنا تاني انتو فاهمين حاضر حاضر مش عارفة ايه دول ودخلوا هنا ازاي انت عتتعاقب يا ملك عشان اللي عملتيه ده هو انا عملت ايه يعني يا ماما انا لعبت مع البنات في الشارع ومش بعيد كمان ده قدام الفيلا بتاعتنا وعلى فكرة بقى هم بنات كويسين ومؤدبين وكانوا بيلعبوا معايا كويس وبيتكلموا بأدب واضح كده ان انا معرفتش يا ربيكي على الاتيكيت هتتعلميه من الاول تاني يا دي الاتيكيت انا تعبت يوه اتيكيت 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 انا تعبت انا عايزة بتحياتي عادية وبسيطة انا قسفة يا ماريا يا ريت نسمعت كلامي كنت فكرة ان هم هيكونوا اغنية وطيبين ويدونا فلوس مش يطردونا انا مش عارفة بيتعاملوا معانا ليه كده هم يعني احسن مننا في ايه احنا عندنا ايد ورجل وعقل وبنفكر زيهم هم يعني عشان شوية ناس وربنا رزقهم بفلوس كتير طيب ما احنا ممكن ربنا يرزقنا احنا كمان ونكون احسن منهم يلا بقى تعالي نشوفها نروح ناكل ايه بالتلاتين جنيه اللي اخدناهم ماما حضرتك حبساني في البيت بقالك اسبوها مش كفية كده ممكن اخرج اتماشى شوية ماشي يا حبيبتي موافقة ان انت تخرج تتماشي بس يا ريت ما لاكيش بتلعبي مع حد تاني من الاشكال اللي شفتها ماشي يا ماما دي كانت صدفة عادي جدا طيب يلا روحي وما تتأخريش شكرا يا ماما ازيك؟ اسمك ايه؟ انا اسمي سارة وانا اسمي ملك ممكن نبقى اصحاب ونلعب مع بعض ممكن اجيب العجلة بتاعتي ايوا يا ملك هادي العجلة بتاعتك ونلعب مع بعض انا برضو بلعب لوحتي طيب استني هجيب العجلة بتاعتي يلا نلعب مع بعض بقولك ايه يا سارة ايه رأيك؟ نمشي بالعجلة ونخرج برا الكمباوند نتماشى برا اصلا من بعد ما نقلنا هنا وماما مشغولة مش بتخرجني برا الكمباوند خالص وكمان كانت حبساني في البيت اسبوع عشان عملت مشكلة هي شايفة ان هي مشكلة بس يعني كانت حاجة بسيطة خلص يلا نتماشى ايه ده احنا بعدنا عن البيت قوي بابا وماما كده هيزعقولي لا احنا مبعدناش قوي ولا حاجة وبعدين يا ستة مش مشكلة هنلعب شوية وبعد كده نرجع ونبقى نقول لهم اي حاجة ماشي يلا يا ماري نروح نشوف اي حاجة عشان نقلها انا زه انا ومش عايزة روح في اي مكان روحي انتي مالك وقفتي ليه يا ملك اصل البنتون دول اللي كنت بالعب معهم وماما ترددهم وكمان الراجل الجرنة كان بيزعقلهم تعال ام نشوفهم نادا ماريا ايه ده انتي عايزة ايه مش انتو اللي تردتونا من الكمباويند بتاعكم عايزة مننا ايه انا مش قصدي انا اسفة انا عارفة ان انتو زعلانين بس انا برضو كنت زعلانة عشانكم قوي انا جيت اعتذر لكم ما تزعلوش ما تزعلوش من ملك هي اصلا طيبة خلاص احنا مش زعلانين يا ملك يلا انتو شوفوا بقى رايحين فين واسيبونا طيب بقولكم ايه ما تيجوا تروحوا معنا المول احنا كنا هنتمشي هناك انتي عايزانا ندخل المول بلبسنا ده مش ممكن طبعا هيتردونا ما تخفوش تعالوا معايا وانا هزبطكم وهعوضكم عن اللي حصل في الكمباويند بجد يعني هينفع ندخل المول انا نفسها تدخله قوي طبعا يلا تعالوا معايا واحدة تركب وراي على العجلة والتانية تركب مع سارة يلا بينا سيدة انتو رايحين فين انتو هتدخله وانتو ممنوع الدخول على فكرة دول اصحابي وكنا بنصور فيديو ما تفتكرش انهم مش ححتين ولا حاجة شافتي مش قلتلك مش هيرضع يدخلنا اه تمام تمام اتفضلوا انا اسف ايه محل اللبس ده اول مرة في حياتي ادخل المكان النظيف ده ده اللبس هنا حلوة قوي اختاروا كل اللبس اللي انتو عايزين انا معايا الفيزا بتاعتي وفيها فلوس كتير وانا كمان عايزة اساعد معاكي واشتري لهم لبس شكرا يا سارة اصل البنات دول صعبانين علي اي اوي وعايزة اساعدهم انزعم لهم نيولوك يبقوا لبسين لبس حلو انا بضيقته عشانهم اوي اما السكيرات اللي في المول كان منع ان هم يدخلوا ايه رأيك في شكل ده يا ملك شكلك حلو جدا ده انت شكلك اتغير خالص خلاص انا هشتري ده ايه رأيكم بقى في الليلة لبسها ده انا فرحانة بشكل اوي بحلوة عليك جدا شكرا لك يا ملك ده اهلا يوم النهاردة طب يلا كلنا بقى نروح مطعم البيتزا عشان نيكل هناك الله بيتزا انا عمي مدقتها ما تقلقوش هتدواهلكم وهتحبوها جدا يلا بينا حلوة اوي البيتزا يا ملك طحبة جدا انتو عارفين يا بنات انا كل شوية اطلب بيتزا عشان انا كمان بحبها اوي وانا كمان بحب البيتزا جدا بس احنا بقى خسارة مش بنادر نطلبها ولا ناكلها احنا بنتفرج عليها بس انا كل لما اطلب بيتزا هعزنكم معاي دقرا يا ملك انت طيبة اوي وانت كمان يا صارة مع انكم من الناس الاغنية بس انتو طيبين يا طرى بقى عشان انتو لسه سغيرين بنسعب عليكم ولما تكبروا هتتغيروا لا طبعا مش هنتغير احنا اصلا مش بنحب الناس اللي بتزعل من الفقر ممكن اسألكم سؤال ممكن اعرف فين باباكم ومامتكم احنا اصلا اصحاب ومعندناش ابو وام نادى باباها ومامتها ماتوا وانا من وانا صغيرة معرفش حاجة عن بابايا ومامت انا زعلان عشانكم اوي طيب هو انتو ازاي ممكن تباتوا في الشارع عادي زي ما بنبات كل يوم اي مكان بنلاقيه في خيمة او شمسية او تحت شجرة بننام فيه وخلاص ياريت كانت ماما توافق ان انتو تعودوا معنا في البيت بس انا عارف ان مش هتوافق ابدا مامتك ايه اللي توافق هو انت ما شفتش عملت فينا ايه ده انا بتهيقلي لو شفتنا تاني هتكلم الشرطة وتقول علينا حرمية ما تقلقش علينا احنا بنعرف نتصر يلا رجعوا انتو بعشان ما تتأخروش اكتر من كده طيب هو انا هشوفكم تاني ازاي مش عارفة واحنا مش هنقدر نعدي عليك انا عندي فكرة انا هديكم الموبايل القديم بتاع بكت شكرا يا سارة خلاص تعالوا معنا عندكم باون نديكم الموبايل بس هنستنى برا مش هينفع ندخل معاك لا ما انتو خلاص لبسكم اتغير مفيش حد هياخد بالو اتأخرت ليه يا ملك مش قلتلي مش هتأخر بصراحة يا ماما عايز اقولك حاجة انا قابلت البنتين اللي انت ترى تيوم قبل كده وانا بتماشى في الشرع مع صاحبتي هيوية تكوني وقفت تتكلمي معاهم لا يا ماما انا ما وقفتش هتكلم معاهم انا اخدتهم وراهة المول واشترت لهم لبس وعزمتهم على بيزا لا لا مش ممكن يا ملك انا مش مصدقة الا انا بسمعه ده انت اكيد مش بنتي انت مش بتسمعي كلامي ليه يا ماما انت كده مكبرة الموضوع قوي فيها ايه يعني ده انا عملت حاجة كويسة واضح كده اني مش عارفة اربيك هو انت ايه مش عارفة تختاري اصدقاء كويسين على فكرة يا ماما بقى هما مش عشان فقرة هنقول عليهم مش كويسين انت اللي مش فهماهم يا حبيبتي انا بفهم اكتر منك وعارفة كويس قوي انه هما بيدوروا على مصلحتهم وممكن يكونوا بيصاحبوكي عشان يسرعوا منك اي حاجة يا ماما انت لو عرفتهم اتلاقيهم طيبين قوي دول صعبانين علي نفسي قلقلهم مكان يعودوا فيه كمان لا 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 انت خلاص الجننتي بعد كده لقيكي بتقولي يا ماما تبنيهم وهديهم يعيشوا معانا طيب وفيها ايه يعني اطلع يا قطك يا ملك مش عايزة اشوفك دلوقتي خالص يلا انا كنت عارفة كويس ان ماما هتتدايق بس اعمل ايه غزبة عني البنات دول صعبانين علي ونفسي اسعادهم قدرهم ونصبهم اللي خلاهم يبقوا فقرة هما كانوا ممكن يبقوا اغنية واغنى مننا بكتير بس ربنا بقى اقراض كده ايه يا ملك هو انت هتفضلي قاعدة في البيت كده مش هينفع تخرجي ولا ايه استأذيني من مامتك ما انت عارفة ماما ما نعاني من الخروج انا وحشن الخروج معاكم قوي طيب وبعدين طيب بقولك ايه تعالي انت عدي عليها وقنعيها وقولي لها ما هنزل انا وملك خلاص هعدي عليك بس يا رب بقى ما ترفضش تعالي بقى وحاولي تقنعيها طيب سلام انا جايلك حالك اهلا يا سار ازايك هيا ملك فين يا طانت ملك في قضيتها يا حبيبتي طيب ممكن يا طانت بعد اذنك اخرج انا وملك شوية اصلها وحشتني ايه ومنزلناش بقالنا كتير خلاص موافقة ان هي تنزل معاك بس اولي للا اول هتروحوا فين هنتمشى هنا في الكمباوند يا طانت وممكن نروح ناكل بيت يعني مش هتنزله مع البنات اللي من الشارع لا خالص يا طانت خلاص موافقة اطلع يلا اوليها عشان تلبس وتنزل معاك شكرا يا طانت خلاص يا ملك مامتك وافقت ان احنا نخرج يلا لبس بسرعة يس اوكي هلبس في ثانية خلاص لبست وجهزة اهو يلا بعد كلمي نادا ومريم عشان نقابلهم عند المول يلا بقى ندخل المول يا بنات في فيلم جديد لسه نزل في السينما هعزبكم نتفرج عليه طب يلا ندخل ونقض في الشارع الاقوي واضح كده ان انتوا هتفسحونا فصة خلوة النهارد يلا تعالوا الفيلم كان حلو قوي شكرا يا ملك انت وثارع اقول لكم اي يا بنات ماما كلمتني وقارتلي لازم ارجع دلوقت عشان هما جالهم مشوار مفاجئ يلا بنا يا ملك لا روحي انت يا ثارع انا هاود معهم شوية ومش هتأخر طيب ماشي يلا سلام يلا بقى تعالوا هجيب لكم ايس كريم من محل حلو قوي انا ما كنتش اتخيل ابدا يا ملك ان هنلاقي واحدة غناية طيبة زي كده تبقى صاحبتنا انا مش مهمة عندي غاني وفقية المهم اللي بتعامل معاه يكون مؤدبه كويس يلا بينا شايف البنات دول تعالوا نخطفهم ده احنا عم بيعهم بفلوس كدير قوي تعالوا يلا نشدهم ندخلهم من العربية سيبونا يا مجرمين سيبونا ادخل انت وهيا يا خبر دول ماعرفوش يجروا دول بس كوهم لازم اجري ورا العربية ضطي بعايا من العربية يا ملك بصرع يا بنتي لايه ارفت تهرب اجري بسرعة من هنا عشان محدش يقرف يوصل لنا انت عرفت تمطي طبو ملك معرفتش تهرب زي هنعمل ايه انا بيتهيقلي فكرة الراجل ده شفته قبل كده بقولك ايه تعالي نروح نقول لما ميتها عشان تتصرف وتبلغ الشرطة تفتكري هتقابلنا لازم تتصرف يلا بينا ايه ده انتوا ايه اللي جابكم هنا تاني مصيبة يا طن في عربية خطفت ملك انتوا جايين تتحكوا علي وهتقولولي طبعا الراجل اللي خطفها عايز فلوس يلا تفضلهم شو من هنا انا هتصل بملك واعرف هي فين يا طن تسمعينا قلتلك ايامش انت وهي من هنا طيب وبعضين مفيش حلغن ان احنا نكلم صارح تعالي نروح لها ايه ايه يا نادا خصل ايه ملك اتخطفت ومامتها مش مصدقة عشان تيجي تبلغ الشرطة ملك واتخطفت ازاي تعالي لأول معنا نكلم مامتها ونقنعها عشان مش مصدقة طيب انا جاي معاكم عشان اقنعها لازم نتصل بملك يا خبر هو موبايل ملك مغلق ليه يا طن تيجي تصدقى نادا ومريم يا طن تدول مش كذبين هم حكوا للحكاية وعربت ان في عربية خطفت مريم وملك بس مريم عارفت تنط من العربية وتهرب وملك لا واللي حصل ده حصل ازاي وإن اللي خرقكم برا لكم باون المهم يا طن تيجي الاول لازم نبلغ الشرطة يا رب يلا بسرعة عشان نوصل لبلغ بنت اتخطفت لي حضرة الزابط والبنتين دول عارفين مكانها طيب قولولي بسرعة اتخطفت ازاي وفين يا حضرة الزابط في عربية كان فيها ناس كانوا بيحاولوا يخطفون احنا الثلاثة خطفوني انا وملك بس انا عاربت ان قط من الشباك وملك ما عرفتش طيب فين المكان فيه واحد منهم انا فاكر ان هو كان بيشتغل شحات زمان بس هو ما كانش فاكرني انا عارف المكان اللي كان بيقعد فيه تعالوا معايا اوريه لكم هو المصنع القديم ده يا حضرة الزابط انت متأكدة ايوة يا حضرة الزابط انا متأكدة طيب يلا انا اكتحم المكان بس كده بنتي ممكن تبقى في خطر اكيد اكيد مرايب المكان ولو شافكم داخلين ممكن يعمل فيها حاجة خلاص انا هدخل انا لأول المكان ده وهو ما يشحني طفلة اكيد هيخطفوا بس انا هحاول اهرب منه وشتته وانتو تدخلوا تدوروا على ملك بس بالمحاولة دي فيه خطر على حياتك لازم تكوني وغضبانك مش مهم بس ملك طيبة وساعدتنا كتير وانا بحبها انا هضحي بحياتي عشانها وهحاول ادخل انقذها طيب ادخلي واحنا هنحاول نأمن المكان كويس انا مش عارفة اقولك ايه يا رب بتلاقي ملك ملك يا ملك انت فين يا ملك ايه ده ده صوت نده نده ايه ده البنت دي ازاي وصلت لهنا اكيد فضلت مرابة العربية تعالي يا حلوة جيت الاضاقية اختفت انت كمان وباع كنت الاثنين ملك فين يا مجرم انت يا عبيطة ولا ايه يلا يا حلوة تعالي معاهم يا درويش امسك البنت دي فاكرة نفسك هتهرابي تعالي يلا بسرعة نكتحم المكان هم دلوقتي مشتتين ماما الشرطة الحمد لله ان انت وصلتولي انا بجد بشكركم يا بنات انتوا السبب في اني اوصل لملك انا مش عايزاكم تزعلوا مني انا عارفة ان عملتكم وحش كان ممكن تنتقموا مني وتسيبوا ملك مخطوفة احنا انقذنا ملك عشان هي صاحبتنا وحبيبتنا وطيبة قوي احنا لازم نكافئهم يا ماما ايوة طبعا هكافئكم هديكم فلوس وكمان انا هبتح ملجأ مخصوص عشان تعودوا فيه وهجمع فيه كل البنات اللي كانت ظروفهم صعبة وخليتهم يعيشوا في الشارع هعلمكم حاجات كتير كويسة وبدل ما انتقدكم واتردكم وعملكم وحش لا هعلم الناس كلها ان محدش ينتقد الفقير لان هو مش بايده انه يبقى فقير ولازم يتعلموا يساعدوا الفقر ويغيروا منهم لو هم اسلوبهم وحش ضحي كده يا ماما فيه فقر كتير طيبين ومؤدبين بس الظروف هي اللي خليتهم يبقوا في الشارع لازم اللي يقدر يساعد حد يساعده وكمان يخليه يتعلم عندك حق يا ملك خلاص يلا يا بنات انا هاخدكم تقعدوا لكم يوم دول عندي في البيت وبعد كده هفتح الملجأ عشان تقعدوا فيه انتوا البنات اللي محتاجين مساعدة شكرا يا تنت شكرا يا تنت